اشتركوا في القناة في الجامعة لشؤون التعلم أنا أتحدث قليلا عن ما دار خلال هذا العام الأكاديمي الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية أخذت هذه الجامعة على عتقها منذ إنشائها عام 2007 الجودة اعتماد الجودة والمعايير الدولية والتحول الرقمي والاعتماد على الميكنة كل هذه الأشياء بحمد الله كانت كل سنة كل عام نرى بأننا نحن تقدمنا خطوات إلى الأمام فيها فهذا العام الأكاديمي الذي مدة التدريس فيه أو مدة الدراسة الفعلية فيه تتجاوز الثلاثين أسبوعا تقريبا ويتعرض الطلب خلالها إلى نشاطات مختلفة تميز هذا العام بالقدرة على تطبيق هذه المعايير بشكل أفضل حاولنا خلال هذا العام بحمد الله نتغلب على كافة الصعوبات التي واجهتنا سواء صعوبات لوجستية مثل قطاع الكهرباء وقطاع الإنترنت واستطاعنا بعزيمة فرق العمل في كليات الجامعة وبالحماس الشديد لطلابنا أن نتجاوز كل هذه الصعاب وخاصة وأن الجامعة في أغلب كلياتها تحتمد على استراتيجيات تعلم حديثة مثل البي بي أل problem based learning والteam based learning التعلم المعتمد على الفريق والتعلم المعتمد على البحث العلمي والinvestigation كل هذه الاستراتيجيات تحتاج مننا إلى بذل جهود مضمية وترتيب الأوقات وتنظيم الجداول بشكل جيد وهذا قد يكون من أصعب الأشياء التي تواجه فينا هو أن دائما الطلبة مشغولين وأعضاهي التدريس والأطعم الإدارية والفنية بكليات لديهم كثير من الأعمال التنسيقية والتقييمية المهمة التي تستغرق فعلا الأوقات خبيرة ولكن بحمد الله الأمور لاحظنا بأن كل كليات طبقت الأجندة الأجندة السنوية الأكاديمية الخاصة بها دون أي تأخير أو دون أي تعطيل في تنفيذ كل المتطلبات العلمية لكافة المقررات لها وطرق التقييم المختلفة التي مر بها سواء من امتحانات جزئية أو اختبارات شفهية أو اختبارات مختلفة على جميع الأصعد وحقيقة هذا الأمر يعني كان مشرف عليه لجان التقويم من قياس أو لجان الكنترول في الكليات فكانوا موفقين جدا في أعمالهم أيضا يواكب هذا العمل وهو نهاية العام الدراسي يواكب عمل مهم جدا وهو الاستعداد للعام الأكاديمي القادم وهذا الاستعداد أيضا يستطلب جهد كبير من لجان إعداد وتطوير المناهج بالكليات والتي تأخذ على عتقها مراجعة كل ما تم خلال العام السابق ومعالجة أي إشكاليات أو نقص وتطوير وتحديث ما يمكن تطويره وتحديثه وهذا العمل في حد ذاته نعتبره عمل كل سنة تقوم به كليات من خلال لجانها المتازع هذا العمل هو اللي نرى بأنه يحفظ دائما التطوير المستمر والتحديث المستمر لمناهجنا وتقييم ما نقوم به من عمل خلال العام الأكاديمي الكامل وبالتالي كل الملاحظات التي تردنا خلال العام الكامل سواء من طلابنا من أعضاهية تدريس من فنيين من كوادر من أولياء أمور كل يوضع في عين الاعتبار نتيجة أنه يكون مسجل أصلا ويعمل عليه في الخطة الأكاديمية القادمة هذا كل الحقيقة يعني في نهاية هذه الكلمة لا يسعني إلا أن أشكر الأطقم التدريسية في الكليات وإدارات الكليات وطلابنا على رغبتهم وقدرتهم ومسؤوليهم وتعملهم المسؤولية ومن وراء كل هذا شكر الجزيل لأولياء أمورهم الذين كانوا دائما داعمين لهم في إنجاز النهام من تحهم وتمنياتي لهم وأنا أتمنى أخيرا أن هذا العمل وهذا المجهود يتوج بنجاح طلابنا وتجاوزهم لهذا العام الأكاديمي بنجاح ونلتقي في عام القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ونحن على أعتاب إنهاء العام الأكاديمي 21-22 في جميع كليات الجامعة وفقا للتقويم الأكاديمي المعتمد من مجلس الجامعة فالآن تقف الكليات على أعتاب الانتهاء نادل بعد أن انتهت الامتحانات النهائية في كافة الكليات ويتوقع صدور النتائج في هذا الأسبوع بداية الأسبوع القادم ولعلنا لعلنا من الأشياء التي نفهر بها في هذه الجامعة أن خلال العشر سنوات اللي فاتم رغم كل الظروف اللي مرت بها البلد بشكل عام وبنغازي بشكل خاص لكننا كل طلابنا تخرجوا في المواعيد المقررة في تخرجهم يعني اللي مدة تخرج ثلاث سنوات أربع سنوات زي كليات إدارة الأعمال والتكنولوجيا المعلومات تخرجوا في أربع سنوات اللي خمس سنوات تخرج في خمس سنوات اللي في ست سنوات تخرج في ست سنوات يعني ما عندناش ما عندناش أي تأخير لأي طالب إلا اللي في أقلية بسيطة اللي هم نتيجة إخفاقهم الشخصي في الدراسة أما فيما يتعلق ببرامج الجامعة فمشت بدون أي تعطيل رغم ظروف الإرهاب في فترة رغم الحرب المسلحة في بنغازي في فترة رغم جائحة كورونا في فترة أخرى كنا حارصين على أن الدراسة تستمر عادية عندما أتت جائحة كورونا النتيجة اللي استعدادتنا المبكرة ولقدر الطلابنا وعضائي تيس على التعامل إلكترونيا وكل الدروس قدمت في هذه المرحلة بطريقة إلكترونية الحمد لله أيضا الجامعة في هذا العام العام المنصر كل الكليات حققت المستهدفات من حيث العدد كل الكليات أخذت العدد الكافي من الطلاب واللي نحن حريصين على أن يكون العدد اللي تسمح به إمكانيات الجامعة وإمكانيات الكليات المختلفة واللي بالتأكيد في كل سنة ينعكس على النتائج اللي حق وفيها طلابنا خاصة إحنا نحكو على كليات عملية الجانب التدريبي والجانب العملي يحظى باهتمام كبير علشان الخريج مباشرة بعد أن ينهي من دراسة ينتقل لسوق العمل بكل ثقة وفي النفس وبكل قدرة على تطبيق كل المهارات والمعارف اللي اكتسبها في خلال وجوده في الجامعة ونتطلع طبعا دائما نحن في نهاية كل عام نقيم العام الدراسي من خلال الاستبيانات اللي توزع على الطلاب يقيموا المنهج، يقيموا طريقة التقييم، يقيموا أداء الأساتدة والأساتدة يقيموا الطلاب، يقيموا النظام الدراسي، ويقيموا كيف مشاهل العام الدراسي الآن نحن نعقد سلسلة الاجتماعات لتقييم هذه النتائج وتحليلها ومعالجة النقاط التي تحتاج معالجة استعدادا للعام الدراسي القادم 22-23 واللي أيضا محدد من الآن متى سيبدأ العام الدراسي في بداية شهر أكتوبر احنا شهر 8 هو العطلة الرسمية للجامعة وبعد ذلك يبدأ شهر 9 نديروا امتحانات الدور الثاني وامتحانات المقابلات الشخصية للطلاب الجدد وبعد ذلك في بداية عشر نبدو في العام الدراسي وهذه خطة موضوعة كل كلية وضعتها ومعتمدة من مجلس الجامعة وغير قابل الاجتهادات الكثيرة لأن المحافظة على التبات والاستثنائية تحياتنا لطلابنا والشكر الجزير لكل أعضاء التدريس للمتعاونين والمتفرغين اللي ساهموا معنا في تنفيذ البرامج التعليمية المختلفة جزيل الشكر لهم وجزيل الشكر لكل من دعم مسيرة هذه الجامعة بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لني أنا نبدأ كلامي منحكي عن أو منحكي بصفتي كوكيل الجامعة لشؤون البحوث والاستشارات أن النقلة اللي صارت في الجامعة خلال السنتين الأخيرات بأن كل طلاب الجامعة يكون عندهم مشاريع للتخرج مشاريع بحثية هذه النقلة أثرت البحوث في الجامعة والعملية البحثية بشكل كبير وبالتالي أنا حابة نشكر كل ممثلي الكليات في اللجنة العلمية لمركز البحوث والاستشارات على كل المجهودات اللي يديروا فيهن سواء في كلياتهم أو مع المركز ولربط هذه الكليات بالمركز دعماً للعملية البحثية بالجامعة وتنفيذاً لاستراتيجية مركز البحوث والاستشارات في هذه الموضيع البحثية والاستشارية بالتأكيد العمل تطور واجد هذه السنة في مجال البحوث يرجع الفضل لأشياء كثيرة بدين بالفريق اللي يعمل باللجنة العلمية أيضاً المسؤولين أو مسؤولي العمليات في البحوث والاستشارات اللي موجودين معنا بالجامعة والدعم الكبير اللي قدماته الإدارة الجامعة وأنا أعتبر دعم غير مسبوق بتوفير ميزانية مهمة جداً لمركز البحوث والاستشارات وهذه كانت أول مرة تتوفر الميزانية بهذه الطريقة ومن ضمن الميزانية التقديرية للجامعة منذ بداية العام الأكاديمي الأمر اللي نعاكس بالشكل كبير على أداء مركز البحوث والاستشارات وعلى العملية البحثية بالجامعة بالتأكيد احنا طموحاتنا كبيرة قاعدين في إطار أن احنا نضع السياسات والعمليات الخاصة بالمركز ووصولاً إلى ميكانتها واللي بدأت جزئياً بإطلاق منظومة لتسجيل البحوث بالجامعة وهي احنا نعتبرها نقلة كبيرة في مجال البحوث والاستشارات بالجامعة وانتمنى التوفيق للجميع وبالتأكيد حتى تظهر النتائج وجود هذه المنظومة ونتائج كل أعمال مركز البحوث والاستشارات تدريجياً ومع الوقت طبعاً بالتأكيد ما يفوتنيش نشكر للطلاب اللي هما كانوا جزء كبير ومهم في هذه العملية البحثية طلابنا من كل الكليات واللي أسهموا وقدرنا نتعرفوا على نتائج بحوثهم وأعمالهم حتى من خلال الأيام العلمية اللي احتضنتها الجامعة واللي جي تقاريرها دورياً إلى مركز البحوث والاستشارات شاركوا بنتائج هذه الأبحاث ناقشوا أبحاثهم بكل مستوى قد معروض شفاهية قد معروض يعني عبارة عن بصرات إعلانية ولكن يعني بالفعل كان كل هذا النشاط اللي قامت بكل كليات الجامعة حتى في الأيام العلمية والأنشطة الأخرى العلمية يعكس مدى اهتمام الجامعة بهذا الجانب وتحديداً بالجانب البحثي بالنسبة لي يعني بصفتي هذه المرة كعميد لكلية الصيدلة أيضاً أنتهذ هذه الفرصة أني أنا نشكر كل طاقم عمل الكلية من عضاها التدريس من كادر إداري من مشرفين تعليميين فني معامل موظفين مشرفين إكلينيكيين الكل ساهم صراحة في إنجاز العام الدراسي والحمد لله وكما كان مخططاً له منذ البداية أعتقد النجاح في الالتزام بالأجندة الأكاديمية اللي وضعت قبل بداية العام الدراسي بعدة شهور الالتزام التام بهذه الأجندة الأكاديمية بتنفيذ كل الأنشطة الخاصة بالكلية من أنشطة تعليمية مجتمعية اجتماعية وبحثية كل الأنشطة الحمد لله وفقنا أن نحن نفذها في توقيت مناسب الطلاب طلقوا تعليمهم ونفذوا أنشطتهم بالشكل ممتاز ويفوق التوقعات وصولاً إلى نهاية العام الدراسي وحالياً أحنا في إطار استكمال الامتحانات النهائية لطلاب السنة الأولى لأنهم بدون تأخر شوية نتيجة نتائج الثانوية العامة ولكن بالنسبة لكل السنوات الأخرى استكملت امتحاناتها وإن شاء الله ستعلن نتائج الأسبوع القادم بإذن الله لأن هذه النتائج فعلاً هي نتاج جهد وعمل كبير قام به الجميع وجهد طلاب دراستهم مميزة وتختلف وملئة بالأنشطة وتعلموا الكثير من المهارات وتواجدوا على مدار العام الدراسي يومياً في مقر الجامعة لتلقي دروس العملية والإكلينيكية المعملية والإكلينيكية والدروس النظرية وغيرها من الأنشطة التي تتفق مع استراتيجية الجامعة واستراتيجية الكلية في اتباع استراتيجيات التعليم التفاعلي مثل التعلم القائم على المعضلات أو التعلم القائم على الفريق التعلم القائم على البحث التعلم القائم على دراسة الحالات هذه كلها طرق يدرس بها الطلاب تمكنوا طلابنا صراحة وحتى في السنوات النهائية من مناقشة مشاريع تخرجهم وبحوث تخرجهم بنجاح تمكنوا من تلقي التدريب الكلينيكي المطلوب واللي هم مناطين به فأنا حب صراحة يعني نشكر حتى الطلاب على هذا الأداء المتميز اللي ورون لنا خلال العام الدراسي ونتائجة بانت عندنا توى في نتائجة نهائية للامتحام وشكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم أود في هذا الحديث أن أتحدث عن دور إدارة تقنية المعلومات في الجامعة الليبية الدولية في الحقيقة الإدارة عادة أو بشكل دائم نسعو أو نتطلع إلى التحول الرقمي للجامعة بالكامل لدعم العملية التعليمية وكذلك لدعم العمليات الإدارية والمالية بالجامعة وفي الحقيقة نسعو إلى تسهيل العمل الإلكتروني بالكامل وذلك من خلال تبسيط الإجراءات المالية والإدارية اللي هي في الواقع لب العمل الجامعة كما أيضا نحن نركز على توفير الخدمات المتعلقة بدعم العملية التعليمية والبحثية ويوجد الكثير من الأمثلة التي قامت بها الإدارة في تحقيق ذلك وهي مثل خدمة نظام إدارة التعلم اللي هي برنامج المودل اللي هو يتكفل أو يعمل على العملية التعليمية بالكامل كيف الطلبة يقوموا بالتواصل مع الأساتذة كيف يتم تقديم كل التعاملات والإجراءات بين الطلبة وبين الأساتذة في العملية التعليمية من الأصايمنت اللي هي الهوموركس أو الكويزيس أو الامتحانات الإلكترونية كلها تتم من خلال هذه المنصة اللي هي تسمى منصة المودل اللي هي يتعامل بها ما يقارب عن 9000 جامعة عالمية كذلك مثلا عندنا من منظومات الإقراء اللي هي نظم الإقراء اللي هي أتمناها اللي هي نظم تسجيل الإلكتروني وهي التي من خلالها الطالب يستطيع أن يقوم بالتسجيل من بيته أو من أي مكان من تلفونه من أي مكان يسجب ويأخذ مواده في الوقت المحدد ويقوم فيه إرشاد ذكي من قبل المنظومة بحيث أنه يأخذ مواده بطريقة سلسة الاعتمدية صحيحة بكل المقيس الصحيحة اللي هي تطلبها عملية التسجيل الطالب كذلك قامت الجامعة أو الإدارة بتوفير منظومة السيز اللي هي Student Information System والتي تتعلق بعملية درجة الطلبة ورصد درجاتهم بالكامل وأرشيف كامل فيما يخص الطالب في العملية التعليمية متاعها بالكامل يعني لكل الكليات بالجامعة أيضا بالإضافة إلى الخدمات الأخرى اللي هي خدمات البريد الإلكتروني بالإضافة إلى خدمات دعم القاعات الدراسية بأحدث التقنيات من شاشات ذكية من كمبيوترات حديثة جدا يعني كل ما يستلزم من أمور تقنية أو متطلبات تقنية حديثة يتم توفيرها لهذه من خلال الإدارة أيضا عندنا أشياء أخرى اللي هي تسعالها الإدارة تقنية معلومات وهي توفير البنية التحتية الكاملة للجامعة التقنية التقنية اللي هي تتمثل في الربط الشبكي الكامل سواء كان وايرت أو وايرلس اللي هو السلكي واللاسلكي وذلك لتوفير الخدمات الإلكترونية لدعم العملية التعليمية واللي هي تتمثل فيش تتمثل في إجراء الامتحانات الإلكترونية لأننا نحن في الواقع نسعى بعملية التحول الرقمي إلى هدف واللي هو يسمو فيه بيبرلس يونيفرستي يعني جامعة بدون ورق كل الإجراءات اللي موجودة حالياً بالورق الجامعة دارت جزء كبير منها بمنظومات وأصبحت لدينا الكثير من منظومة المراسلات الإلكترونية الداخلية واللي هي المحتمدة الآن في الجامعة في موضوع المراسلات أو في عملية التعاملات الإلكترونية بين الإدارات وبين الكليات في الجامعة منظومات أخرى منظومة متابعة أداء الموظفين منظومات كثيرة الحقيقة أنا ذكرت الجزء منها ولكن هنا منظومة البحث العلمي واللي هي المنظومة يعني حديثة راقية جداً تبدأ تتابع هذه المنظومة العملية البحث العلمي من بداية البحث إلى أن يتم تخصيص فند أو مورد مالي للعمل على هذا البحث ومن ثم نشغ هذا البحث في مجلات أو محكمة عالمية أيضاً تركز إدارة تقنية المعلومات على توفير الأمن الصبراني بالجامعة بحيث أن الجامعة يعني تكون يعني تكون يعني محمية بجميع الطرق والوسائل اللي هي في الواقع تحمينها وتحمي ممتلكات الجامعة الإلكترونية من أرشيف ومن بيانات مهمة جداً كذلك أود أن يعني أهني طربة الجامعة بالكامل على الانتهاب من هذا العام الدراسي الحقيقة اللي هو كان منسبة لهم شاق وعام دراسي كان يعني متعب بالنسبة للطلبة عادتاً لأن فيه دراسة وفيه كذا فأنا بطرحة نهنيهم بالانتهاء ونجاحهم لهذا العام الدراسي كما نشكر العاملين بالجامعة سوى من يعني من سيد رئيس الجامعة إلى السادة البوكلة إلى السادة العمداء إلى كافة العاملين من يعني من جميع الإدارات ولكم منا كل شكر بالتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته